سلام بناء تلبس عليكم كل شي مزيان كنتم بنا تكونوا باخر والاخير ان شاء الله اليوم فيديو جديد ونشارك معكم بغرير ناجح مياه في المياه مقادر اللي بساط وساهلين وغانيتو اللي معتمدة عندكم اللي هي واحد نصف ليتر ديال الماء وعندي واحد زلافة ديال دقيق وعندي واحد ثلاثة او لجوش كيسا ونص ديال سميدة رقيقة وعندي خمارة وعندي معلقة ديال الخل وعندي معلقة ديال الخميرة والسكر والملحة انتظر هنا اول حاجة ناخد واحد يعني واحد اله البانيو غد نديرو فيه دقيق يعني الطحين او للفورس وحاد لزلافة وغادي نزيدو علي هدي كسميدة الرقيقة لجوج او للقمح اللي عندكم مشي مشكل تزيدو علي جوج كيسا ونص وكنزيدو علي هنا ملحة وسكر مهم السكر واللي درنا في الول والملحة وشوية ديال الخلق اللي وتلاخر دابة وحتى الخميرة مهم هنا غادي نبدو نحركو في هاد النواشف كاملين حركو فيهم زيان من بعد كنزيدو عليها الماء يعني الماء غادي نزيدو بشوية بشوية دك شل عقدنا ولكن عقدنا نصف لتر هاداك الكاز كيوزن نصف لتر ديال الماء سوف نحركو مزيان مزيان من بعد البنات من بعد ما ولتك غادي نزيدو عليها هاديك الماء القادية الخميرة وغادي نزيدو شوية ديال الخل يعني ماء القتا هي صغيرة ديال الخل وغادي نزيدو خمارة خمارة غي 8 جرام البنات وما نديروش في حال هادي كتوزن 16 احنا نديرو غي شوية وغادي نزيدو الماء يعني غادي نزيدو شوية ما غاديش نزيدو كل شي لبعاد غادي نكوب كل شي في هاد المرحلة نكون كبيت كل شي وغا نخلط مزيان وهنا غادي ندير سلوفان من بعد غادي نغطيه في حالك بالسلوفان ونخليه يرتاح لمدة واحد جوش دقيق او لخمسة دقيق ماشي بزاف سافي وكن نغطيه بشي يزيفي لها هكا بشي ما زالي يضغي يضغي يخمر معاكم او لا يرتاح معاكم انا مشي يعني بغيتو يخمر انا بغيتو غير ارتاح واحد جوش دقيق ثلاث دقيق سافي ورجعت لي دبا بش نطيبه كيف كتشوفو الخريط كي ولي بحال هكا بهاد القوامة دلي كتشوفوه سافي هنا غادي ناخد واحد المقلات وغادي نشعلو النار وغادي نخليوها شوية يعني ما ما نقصاش بزاف وما مرسافعاش بزاف ما بين مبين سافي هنا كنناخد انا وليفت واحد القادية يعني ما بين كل مرة كل البغريرة وبغريرة كننسح المقلات وهنا مسحت المقلات حتى من الملي كيكون يعني يكون شي ما ولا هذا يخسر لنا القادية سافي كتمسحوه مهم كيف كتشوفوه وما بين كيف قلت لكم ما بين يعني البغريرة اللي اولا اللي غادي بغا نمسحها وتاني بقادية ما في حركة غادي وحتي طيب وكل شي ولفتها هنا غادي نحتاجو جوش المعالقة كماشي معالق ولكي غادي نحتاجو جوش في كل واحدة سافي هنا كتشوفونا سافي كتبدت كتبدأ كتا قبلنا في حلاكة كنت ننوع لها حتى تخد يعني الحرارة اللي غادي تتقنتها كتكون شوية هنا كتكون النار كيف قلت لكم متوسطة ومن اللي كتشد يعني كتولي سافي اذا كشي اللي بغيناه كنلقاه فيها كننقص وكيف شفتوني انا كننقص باش ما تتحرقش ليه من لتحت واتاخد الطيب دياله الكامل من الفق والتحت حيث لكترتوا على العافية غادي تحرق ليه من لتحت وما غاديش تديرو ما غاديش تلقاه كيفاش تديرو باش تكملوا لها الطياب سافي كتجي في حال هاك هادي اول وحدة درتها اول وحدة كتديروها البنات لا تقدر ما تصدقش يعني تقدر ما تتقبش كاملة تقدر غايد نص ومسأة حيث اول وحدة شوية اغلبية ما كتصدقش وكي الحمد لله ما حش ما تناشى سافي هنا ثاني وحدة اخلي وحدة هي ما انا بغيت نشارك معاكم يعني التفاصيل كيفاش باش ما اه يعني بليكم كل شي واضح وهذا بين في الفيديو واهم حاجه البنات من الاسرار ديال البغرير ما تديروش غلايد ما تديروش غلايد بزاف وحاولوا ما امكان انكم متكتروش فيه الماء حيث الماء هو ما كيخليش البغرير هاكي من اللي كتحطوه في المقلة ما كيتقبش وحاجه اخرى البنات من اللي تحطو هكاك العجين ديالكم في المقلات متحاولوش توركو عليهم الفوق باش يعني شد البلازة لا غي حركوا المقلة مويم هنا كيف كتشوفو هادي هي البغرير ديالي كنتمنى يعجبكم مع السلامة الى فيديو قادم مويم هناك اشتركوا في القناة